قاعدة للطائرات المسيرة متقدمة متطورة موجودة في جبال زاقروس وعلى الحدود مع العراق ما الذي يجب أن يفهمه العراق؟ وهل الرسالة هي للعراق أم أنها للقواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة بتقديرك؟ نعم شكرا جزيلا أعتقد هذه القاعدة بالتأكيد كما بقية القواعد والأسلحة المختلفة العابرة للحدود أعتقد كل هذا ليس فقط تهديد للعراق نعم هو تهديد للعراق تهديد للقيادات أو للقواعد الأسكرية الأمريكية أو للتحالف الدولي للحرب على الإرهاب أو لمواجهة أي تحدي أمني بالإمكان لهذه القاعدة أو غيرها توجيه ضربات كما لاحظنا في التقرير تجاه عين الأسد تجاه أربيل وحتى لا ننسى أستاذ أحمد يعني الطائرات المسيرة التي قصفت مبنى أو مسكن سيد رئيس الوزراء هي بالتأكيد إيرانية الصنع كتكنولوجيا وهي جمعت واستقدمت وأطلقت من قواعد داخل العراق لا ننسى أيضا أن جرف الصخر شكل واحد من القواعد المهمة بالنسبة للإستراتيجية فيلق القدس والحرس التوري الإيراني وهناك تقارير تحدثت عن صناعة للتسلح وصناعة للصواريخ في هذه المنطقة أيضا لا ننسى هناك صناعات للصواريخ في أماكن سرية في سوريا والتي قامت بقصفها إسرائيل أكثر من مرة سواء خزين استراتيجي للصواريخ الإيرانية أو للصناعة وتجميع وتطوير هذه المنظومات للصواريخ لكن هي في نفس الوقت لننسى أستاذ أحمد هذه الصواريخ هي ضمن إطار التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين إيران تتحالف مع خصوم الولايات المتحدة الغربية وخصوم أوروبا الغربية فهي تتحالف مع إيران عبر تحالف استراتيجي لـ 25 عام بكلفة أو باستثمارات تقدر بـ 400 مليار دولار تتحالف وتتعاون بصورة وثيقة في مجال التسلح مع كوريا الشمالية وكوريا الشمالية متطورة في المجال النووي والصواريخ البلستية أيضا هناك تحالف استراتيجي تطور خلال الأيام الماضية بين إيران وروسيا إذن كل هذه التحالفات للتسلح والتي أدت إلى أنفاق إيران لأكثر من 800 مليار دولار منها 300 أنفقت على الحروب الإقليمية وما تبقى أنفق على مصانع التسلح لكن أيضا إيران تفتقد لمنظومات الأقمار الاصطناعية أذكر حضرتك والمشاهد الكريم أن الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الـ 91 كان موجود فوق بغداد فقط أكثر من 50 قمر اصطناعي كانت وظيفة هذه الأقمار الرصد والمراقبة وأيضا توجيه الصواريخ كروزر والطائرات وتوجيه الصواريخ التي تطلق من الطائرات الـ B-52 أو الشبح أو غيرها وبالتالي اليوم إيران لديها قاعدة مهمة من الصواريخ البلستية ولديها هذه الطائرات المسيرة لكن ليس لديها أقمار صناعية فوق العراق أو فوق سوريا أو حتى فوق إيران على سبيل الافتراض لتوجيه منظومات الصواريخ وبالتالي هذه الصواريخ لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الصواريخ الذكية كروزر أو غيرها لعدم وجود دعم لوجستي أو من الأقمار الصناعية لهذه المنظومات مع ذلك لا نقلل من خطورتها وهميتها في علاقات القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط أيضا هناك نقطة مهمة يعني الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب إيران حرة يعني كدولة إذا تذهب للصراع مع قوى كبرى أو مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن المشكلة اليوم أن إيران تعكس أو هناك تداعيات لهذا الصراع الأمريكي الإيراني والصراع الإيراني الإسرائيلي تداعيات خطيرة على أمن الخليج وأمن الشرق الأوسط بمعنى آخر أن اندلاع أي أزمة أو أي صراع بالمعنى العسكري وأي قصف للصواريخ سيهدد أمن الشرق الأوسط النقطة الأخرى أن هذه الصواريخ هي لا تشكل منظومات دفاعية عن الأمن القومي الإيراني هي تشكل منظومات للهجوم نذكر أن الطائرات المسيرة والصواريخ البلستية التي تطلق من اليمن تحت سيطرة هيمنة الحوثيين وبدعم من ضباط وجنرالات إيرانيين في الحرس الثوري تهدد وتقصف المدن في المملكة العربية السعودية وقصفت أيضا الإمارات وممكن تقصف أي وعندنا تهديد للبحر الأحمر والبحر الأربي باب المندب وغيرها من التفاصيل الخطيرة إذن هذه الصواريخ اليوم أو هذه الطائرات البلستية التي تنتشر في سوريا تنتشر في لبنان اليوم تنتشر في العراق يعني الصواريخ الكاتيوشة التي تطلق من قبل الكتائب المسلحة في العراق المتحالفة مع إيران على مدن عراقية هذه صواريخ إيرانية سواء جمعت في العراق أو أرسلت عن طريق الوسائل الأخرى غير المشروعة لكي تكون أداة للقصف بيد الكتائب المسلحة لتطبيق الاستراتيجية الإيرانية في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط يعني كان قبل أيام حديث لنصر الله في التلفزيون الإيراني كان يتحدث عن علاقاته الوثيقة مع الجنرال قاسم سليماني وكيف الجنرال قاسم سليماني كان يتحرك بحرية كاملة وعلاقات واسعة في لبنان وفي سوريا وفي العراق وبالتالي أيضا كان يستخدم القوات المقاتلة في حزب الله في لبنان وطلب أكثر من 120 مقاتل لكي يكونوا تحت تدريبة لمهمات خاصة إذن إيران لديها استراتيجية للهيمنة المطلقة عسكريان وسياسيان واقتصاديان وأمنيان على العراق وسوريا ولبنان وبالتالي هذه الهيمنة لحتطيها فرصة للهيمنة لاحقا على شمال أفريقيا وعلى الخليج الآربي وبالتالي اتحقق هدفها الاستراتيجي المهم نحو الهيمنة على أفريقيا وأيضا الهيمنة على آسيا ضمن إطار مشروع ولاية الفقه الكوني